ضمن خطتها الخدمية لاستقبال زيارة الأربعين باشرت جامعة العميد الواقعة على طريق كربلاء النجافة بتقديم الخدمات للزائرين الوافدين التي تصب بأجمعها في التخفيف عن كاهل الزائر لأجل مواصلة مسيرته لإحياء مراسيم الزيارة المليونية كما تعلمون دائبة جامعة العميد باستعدادات مبكرة لاستقبال زائرية لإمام الحسين عليه السلام في ذكرى هذه الأربعينية المباركة التي كما تعلمون يأتي في هذه زيارة المباركة ملايين الزوار للإمام الحسين عليه السلام تتضافر الجهود لتقديم أفضل الخدمات للزائرين من خلال تعاون الجامعة مع أخسام العتبة المقدسة ليكون فريق عمل واحد في موكب أم البنين عليه السلام الذي يوفر خدمات صحية وإرشادية وتذخيفية وغذائية إلى جانب تهيئة قاعات لإيواء الرجال وأخرى للنساء دائبة جامعة العميد في كل سنة على إنشاء موكب أم البنين سلام الله عليها لإيواء الزائرين وتقديم كافة الخدمات من الناحية الغذائية والخدمية إلى زوار الإمام الحسين عليه السلام إضافة إلى وجود مفارز طبية قامت بها جامعة العميد من خلال أساتذتها ودكاترتها إضافة إلى مشاركة الطلاب في هذه الفعالية إن خدمة الزائرين لإمام الحسين وأخيها بالفضل عباس عليهما السلام مغنم كبير مما دع جامعة العميد إلى تسخير إمكانياتها البشرية والمادية لخدمة الزائرين بعمل خطة لاستقبالهم في زيارة الأربعين وفق طرق وقائية لدرء الخطر عنهم ترجمة نانسي قنقر